وهو بيه حاجات في الصيف مش موجودة في الشتاء بالزبط كده لقيت كمان جزئية صغيرة سمعتني شوية لقم مني انت قولت نركز على النشويات كأول حاجة بس النشويات جيت قبل كده وقلت لنا بعيده عن الديق لبيض مظبوط بس ما هو الدنيا بتخش في بعضها فاتفضل مش هقطع كده عيش بلدي هو ده الايديال ده المثالي أبو ردة البلدي اللي هو رغيف التموين لما بيعجبش الناس ده زي الفل زي الفل وأصح حاجة شوية هاخد شوية روز هاخد شوية ما كورونا مجرش حاجة بس المسامنة قليلة يمكن أقل اللي الدهون فيها بالزبط كده النشويات أأمانهم هاخد بروتينات المتححانتي ومعهم طبق الصلطة الخضرة اللي الفرنسوين بيسموه جارد منجي حارس الوجبة يعني لابد يكون موجود صف شتة كل يوم أساسي والصلطة الخضرة لازم تكون خمس ألوان حد أدنى عشان تغطي لي مجموعة المعادن مجموعة الفيتامينات الإنزيمات الهرمونات وكذا مراقبة العضوية حلوة أجي في الشتة ربنا جاب لي الألقاس جاب لي المادة المخاطية اللي فيه الكورتزونية الرائعة جدا دي مضادة أورام وجاب لي معها تركيبة نشا في الألقاس جاب لي معها في البطاطا نشا لأنه عارف إن الشتة أسع فبيديني شيء المناسب على أده إنما عشان أنا أبتدي أنا أجود واكل لأ هاخد ضعف احتياجاتي هعمل لنفسي مشاكل ففقط ألتزم بيه أما بيجي الصيف ربنا بيجيب لنا المادة المخاطية الجميلة دي في البامية والمولوخية معها رابط معها شوية فيتامينات ومعادن مش نشا زي الشتة غير إنهم معنا أصلا تونس سنة الحمد لله بالضبط أنا أول مرة أعرف إن الألقاس والمادة المخاطية اللي فيه دي مادة مضادة للأورام أه طبعا إيا والمولوخية المادة برضو المخاطية اللي فيها عظيم دي مواد ربنا دايما هو صالح بيقدم كل ما هو فيه صلاح إحنا بنبوز النعمة دي بإن أنا أترمي على أغزية معينة وأتجنب أغزية أخرى نعمل ربنا الدهلمة طبعا أخد الشيء في موسمه مش شطارة إن أنا أكل البطيخ في الشتة إن أنا أكل الجوافة في الشتة دي مش شطارة ربنا مش عاملها كده إنما الهندسة الوراثية وي وي اللي أنا ابتدعتها اللي خلفتلي مشاكل حتى المنجة بقت موجودة في الشتة ودي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة إن إحنا ما دخلنا بوزنا الدنيا أو أكبر مثال لكل الناس عرفاه التدخل الجيني في الأمر جاب لبعض ناس مشكلة الجلوتين طيب فعشان كده بنقول الغذاء الموسمي وأراعي إن واجبتي تكون سلسية ربعات في جميع الأوقات حلو أيها على ما نفتح كمان إن ما شاء الله الصفحة عليها كتير من التساؤلات المواد اللي هي مضادة للأورام زي المادة المخاطية اللي في القاس وفي غيره دي ممكن تبقى وقائية وعلاجية يعني مزبوط لقدر الله بيعاني من بعض الأورام مزبوط يركز عليها ولو حد سليم بياخدها كرفع مناعة بالزبط كده طب إيه كمان بيرفع المناعة بشكل العام بقى دكتور في الشتة والبرد دخل علينا وعلى عيال أميز حاجة نباتات العائلة الزنبقية بصل توم كرات بصل بصل وتوم وكرات على أن يؤكلوا نيئين يبقى ببساطة شديدة طبق الصلط الخضر بتاعي اللي هو خماسي الألوان منهم لون الأبيض اللي هو بصل وتوم أساسي فيه وبعدين التوم لازم نكون فاهمين أن الجرعة العلاجية أو الوقائية المؤثرة هي 30 جرام يعني في اليوم في اليوم يعني راسه ورنرة طيب أنا مينفعش أخذها ومرة واحدة بزاة الستات يعني بطلنا نحافظ على ريحة نفسه كده بنعمل ايه فقدمت بنقى السمع ثلاث أربع فصوص مع طبق الفول الصبح ثلاث أربع فصوص مع شوية الصرط الخضر ثلاث أربع فصوص مع الطماطم المخللة الموتوم وكمون ثلاث أربع فصوص مع البدنجان العروس اللي هو المخلل اللي بنسلقه ونشقه هو البدنجان ايه فويده بالظبط يا دكتور عشان موضوع سؤال رائع أشكر حديك عليه البدنجان فيه مركب عضوي نادر اسمه أسيطايل كولين ده مادة في منتهى الأهمية لتوصيل كهربط الدماغ والبحثين لقوا انه بيأخر ظهور الألزهايمر واحنا ظلمينه وربطينه بالجنان هو بالفعل ما نيجي نفكر ايه اللي ربط البدنجان بالجنان ايه؟ ايه بالقدرة العقلية لا ده يعتبر هو الحل بتاع ده لانه كان بيوصف للي عندهم مشاكل عقلية فاصبح انه يقولك ده بدنجان لانه هو اصلا بيحطوله البدنجان بجرعة كبيرة في اكله طبعا يبقى المفروض ان انا يعني اسماعيل احنا النهاردة محتاجينه اكتر من اي وقت مضى وظلمنا البدنجان ظلمنا البدنجان واحنا باقينا اللي محتاجينه اه يعني النهاردة يعني مش عايزين نقول انه مستوش الأمور العقلية بيت واسعة شوية شاملت كل الارض بالضبط كده